الرحمن الرحيم صلاة فريضة و صلاة نافلة الصلاوات المفروضة الخمس الصلاة فريضة الفجر ركعتين والظهر أربع ركعات عاصر أربع ركعات المغرب ثلاث ركعات العشاء أربع ركعات لابد أن تصلى هذه الصلاوات المفروضة الخمس في أوقاتها والرجل البالغ لابد أن يصلي في الجماعة من المسائل و إذا سافر العبد يصلي أي صلاة ذات أربع ركعات يصليها ركعتين يعني يصلي الظهر ركعتين العصر ركعتين العشاء ركعتين هذا إذا صلى منفردا أو صلى خلف إمام مسافر إذا صلى وحده الصلاة الربعين صلى ركعتين أو صلى خلف إمام يصلي ركعتين يصلي ركعتين يصلي ركعتين و يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر إما في وقت الظهر أو في وقت العصر و له أن يجمع كذلك بين المغرب والعشاء هذا إذا سافر أما المقيم لا يجمع بين الصلوات إلا عند الحرج ما هو الحرج يعني مثلا هذا الشيخ يعمل طبيب جراح و فتح بطن المريضة و قلب المريض لا يستطيع أن يصلي الظهر الآن حتى يتم العمل فأنا قل له الآن من أجل هذا تجمع الظهر من العصر و يجعل التعليد الخصوص لا يزعى فهن قدم هذا لسهر نفسه لانه يوم هذا يوم يوم الكثير على البشر يهب مريض و يوم هذا يوم يوم الظهر و يوم الظهر لا يستطيع أن يوم ذلك و لم يوم حتى يوم الأخير فهن يوم الوجود süب بالفعل أما هذا لا يقول أنا أريد أنام فأصلي لانا طور من عصر حتى أنام إلى المغرب إن شاء الله نقول لا تصلي كل صلاة في وقتها صلاة الجمعة لابد أن نصلي الجمعة نجتمع في هذا المكان في بالبا يجتمع المسلمين في مسجد واحد هذا الأصل أتقدم الجمعة خطبتين قبل الجمعة لابد من خطبتين يصلي فيها ركعتين يجهب فيهما بالقراءة يقتسل الجمعة يتطيب يأتي مبكرا يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الكهن يصلي قبل الجمعة إلى هو أن يصلي ركعتين ركعتين لله سبحانه وتعالى يتطيب فيهما بالقراءة والجمعة لابد من خطبتين نعم لا يوجد جمعة سنة قبلية لا يوجد وإنما هو نفل مطرق صلي لله جمعة قد من جمعة لابد من خطبتين نعم عندنا صلاة النافل عندنا سنة روادم يعني سنة مرتبة مع الفرائد عشن ركعات أو إثنين عشن ركعة ركعتين أو أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغلي وركعتين بعد العشان وركعتين قبل الفجر أهم هذه السنة الرواتب ركعتين الفجر يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك ركعتين فجر لا في الحضر ولا في السفر نبي صلى الله عليه وسلم ركعتين دوري كاتن واتهر يو ثم خمية شاق فرنبا رباطبكو فلحبني تخورنبا جاية سفر مولونة و مضر مولونة كذلك نحافظ على الوتر ما بين العشاء والفجر ركعات حملة ويتر كونامت بني أنيوالي فرنبا إشاء قصيتكي ليرا سنة مؤكدة أقل الوتر ثلاث ركعات هذا قليل لكن كامل وأقل القليل في الوتر ركع وأكثر الوتر إحدى عشر ركع نعم أيضا عندنا قيام الليل صلاة التراويح نعم يصلي ركعتين ركعتين وصلاة الضحى من ارتفاع الشمس بعد الفجر تقريبا بساعة وربع إلى قبل الظهر تقريبا بعشرين تقريبا يصلي ركعتين أربع ركعتين ست ركعات ثمانية ركعات يسمى دوئي ركعات چار ركعات وارت ركعتين 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 نعم كذلك عندنا الصلاة بين الظهر والعصر يصلي لله نافرة وبين المغرب والعشاء يصلي سنة الوضوء ركعتين كلما يتولط يصلي ركعتين يصلي كذلك صلاة الاستخارة إذا أراد السفر أو أراد الزراج يصلي ركعتين وقبل أن يسلم بعد ان تامل التشهد والصلاة لإبراهيمية يجعد على الاستخارة ثم يسلم يستخارات يومي جا»